خلينا نبدأ النهاردة طبعا الحدث الأهم من كل جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية بصفة عامة مستنية مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالج في النهاية الأفريقية ومجمع ان شاء الله طبعا احنا تكلمنا عن الملف ده بشكل مفصل على الجزء الفني احنا شايفين ان كل فريق ان شاء الله وخاصة يا عرب بالنادي الاهلي يكون موفق ويحصل على هذه البتولة لكن خلينا نتكلمنا من على المستوات الأهم نتكلم على التنظيم نتكلم على الصورة اللي لازم تخرج إن شاء الله التليق باسم مصر أولا لأن هذا النهاء التاريخي التاريخي ليه واتكلمنا أنه أول مرة في تاريخ الـ Champions League الأفريقي النهائي بيعب على أرض مصر وما بين فرئتين من بلد واحد نهائي تاريخي نهائي إن شاء الله نتمنى على المستوى الفني يكون على مستوى عالي جدا يعكس صورة نادي الأهلي ونادي الزمالي يعكس صورة مصر اللي في السنوات الأخيرة وخاصة السنة دي يعني بتعمل إنجاز على مستوى عالمي خلينا نتكلم أنه كمان النهاردة كان فيه تأرير من الفيفا تأرير من الفيفا بيشيد بالكرة المصرية بيشيد بالكرة المصرية خاصة السنة اللي فاتت رغم الصعوبات ورغم كورونا لكن بيظهر المستوى الفني العالي جدا على مستوى الأندية على مستوى نادي الأهلي نادي الزمال نتكلم على كمان بيراميدز على مستوى المنتخبات منتخبنا الأولمبي المنتخب الأول والنهاردة يعني الفيفا بيصف النهائي التاريخي دوت إنه نهائي لن ينسى نهائي تاريخي في البطولة الأفريقية لأنه زي ما قلت لحضراتكم ما بين فريقين من دولة واحدة وده أول مرة يحصل في التاريخ إنها إن شاء الله هتبقى مباراة تاريخية مباراة طالية إن شاء الله باسم مصر مباراة تاريخ باسم كيان كبير زي النادي الأهلي وأيضا كيان كبير زي نادي الزمال نتمنى المباراة إن شاء الله تخرج في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر